حسيت قبل كده ان انت تاني يوم من التمرين ان في عضلات تانية واجعات غير العضلات اللي انت اصلا كنت بتتمرنها يبقى لازم تشوف الحلقة دي وهتعرف السبب ايه اهلا بيتو في حلقة جديدة معاك كابتن اوترا والنهاردة اول حلقتنا في التمارين الغلط قبل ما حد يهجم علي او حد يتخانق معايا احنا قولنا قبل كده ما فيش حال اسمها تمارين غلط بس فيه تمارين سلبياتها اغطر من ايجابيتها يعني ايه التمرين ده سلبياته عالية عن ايجابيته فمنضطر ان احنا نشوف تمارين بديل ليه ملوش سلبيات يبقى زي ما قولنا مفيش تمارين غلط بس احنا هنقول التمارين اللي احنا نتفادي بيها الاصابة او نفادي بيها ان احنا نشغل عضلات غير عاملة في التمرين يلا عشان مطولش اول حاجة الحلقة اللي فاتت زي ما قلنا تكلمنا عن اصابات الكتف وعن التمارين بعض التمارين اللي احنا بنلعبها غلط في التكنية بتاعها فاكيد مش هقول النهاردة التمارين اللي احنا قلناها في الكتف راجع الكتف الاول عشان تعرف التمارين اللي بتصيب معايا مفصل وعضلات الكتف النهاردة هنبتين نتكلم عن خمس تمارين جداد والغلط بتاعهم ايه وايه التعديل والصح بتاعهم يلا عشان نبدأ اول تمرين معانا هو السحب العالي للظهر زي ما انا تكلمت عن السحب العالي للظهر قبل كده ان ما فيش سحب خلفي خلاص مش هعيده انا نتكلم النهاردة عن السحب العالي السحب العالي الاسف كلنا بنبتدي نلعبه بخش بوست جوه خالص في الجهاز وببتدي اعمل الارش بظهر جامد جدا وببتدي اسحب على سدري كل ده ليه عشان الوزن تقيل علي وانا عاود اشغل معايا عضلات القطنية ان هي تشيل معايا من الحب جانب عشان اقدر ارفع الوزن غلط لازم عشان العب التمرين ده الارش بتاع ظهر بسيط هرجع بظهر الواره شوية هبتدي اسحب على سدري رجلي مرمية القدام مش تحت جسمي رجلي عاملة زاوية تسعين وهبتدي زي ما انا ظهري مفروض في سنة تانية بسيطة وارشة لظهري وهبتدي اسحب على سدري طبعا السحب الخلفي غلط وانا انا ادخل بوستي جوه خالص احضن الجهاز بوستي واعمل ارش كبير بظهري غلط نجي للتمرين التاني معانا وهو اللورو او السحب الارضي للأسف السحب الارضي كل اللي بيدي يلعبه بيبتدي يعمل مش عارف حاجة غريبة او انه يبتدي يرمي دراعه الادام ويرجع تاني ويروح بالقطانية ويرجع تاني يقولك عشان اعرض المرنص طبعا ما فيش حاجة مكان ده غلط انا كل ما برمي الادام بحمل على مفصل الكتف وعلى الاوطار والاربطة اللي مسكة الكتف وكل ما بروح وباجي بعمل شغل السستة ده كل ده بيشغل معا القطانية القطانية بتشتغل في التمرين ده عضلة مسبتة مش عضلة عاملة فما يفعش ان انا افضل اروح اتمرجح واجه عشان اعطل في الوزن وارجع اقول تاني يوم انا قطانية مو تاني او مفصل التدفي او تدفي ودعني لازم اشارع بالتمرين ده ضهري وسيبت مفروض بطني رجبتي سنة بسيطة وببتدي اسحب على بطني ويروح بايداية اسحب على بطني ويروح بايداية ما فيش حاجة ان انا افرد دراع مية في المية وارمل قدام او ان انا اشتغل سستة بضهري نهائي ثالث تمرين معايا وهو او الرفرفة الخلفي بالضمبل ان كنت وانا واقف عادي او ان كنت وانا ساني الدماغي على او على دكة او على بنج طبعا مصيبة اول حاجة هنبدأ بالستاند العادي الاستاند العادي ده وانا واقف بلعب حر بدون ما بس نسيدر على حاجة ده بتشغل القطانية بنسبة كبيرة جدا وهي اللي بتشيل وزني كبير جدا من جسمي ولو انا فردت رجبتي المشكلة بقت مشكلة تاني ان انا شغلت عضلات خلفية لكن طول ما انا بلعبه ورجبتي صفت بحمل على القطانية بس طبعا القطانية شغالة عضلة مسبتة ميفاش ترمعي عضلة عاملة طبعا المصيبة التانية او الشكل التاني اللي بنلعبه اللي بيسني الدماغه على البنج او على الكرسي او على اي دكة ده بيعمل ايه بيبتدي حمل على فقرات العنقية بتاعته بيبتدي يجيب له هدروف فقراته العنقية مصيبة طب الصح ايه ان انا هبتدي اشتغل نفس التامرين ده ان كان رور او ان كان رو او ان كان ريز يعني سحب او رفرفة على البنج في نفس الزاوية بتاعت البنج العالي يعني هعمل البنج هزبط البنج او الدكة على الزاوية العالي وهبتدي هاسنس بسد ريق على البنج وهاطلع برجلايا الاتنين هاتن روكبتي تسعين وهبتدي ان كنت اعمل رفرفة او ان كنت هاسحب ممنوع وانا واقف رابع تمرين معايا وهو الهايبر اكستينشن تمرين الكرطانية الحر التمرين ده بيبقى على الجهاز الزاوية الخمسة واربعين وببتدي اشتغلوا وللأسف اسوء حاجة في اللي بيدي يشتغلوا ان بيبتدي يعمل حاجة اسمها الفول فليكشن فول فليكشن بينزل بدماغه يقرب يغبط في الارض ويقوم طالع بسرعة جدا عامل سوبر هايبر اكستينشن انت بتدوخه بدماغه نفسك انت بتدمر الفكرات هي النازلة بتاعتها بتبقى فليكشن طبيعي جدا مصي نازلة واطلع على حد فوق ممكن اعمل هايبر اكستينشن عادي جدا واهم حاجة لازم البطء ممنوع في السرعة اي سرعة هبصي لايك ده اللي يبط في الدورة دموية هيغمع عليها هقوم دايخ هخلص التمرين هقعف عليها لان نفسي دايخ اعمل هليف في كل الجهات انا مش عارف انا دايخ من ايه لازم اشتغل التمرين ده سليموشن ريبيتيشن عالي هبتدي اشتغله زاوية خفيفة اعمل فليكشن بسيط جدا وهارطلع لفوق خالص عادي لكن ما اعملش فليكشن انزل براسي اغبط في الارض خامس تمرين واخر تمرين معنا في حلقة النهاردة واللي دايما فيه جدال كتير الديدليفت ديدليفت طبعا الناس اللي عارفين انه هو تمرين للكلطانية للاسف انت بتخليه تمرين كلطانية وخلفية وجسمه كله ويساعات بتعمل بيغضروف كلطانية عادي اول حاجة عشان اقول بس هنقول الاول الغلط ايه وصح ايه اول حاجة ان انا امسك المقبض ايد قدام وايد وارا تبادلي ده ده حاجة للتوافق او للبالنس مالوش علاقة بالقلطانية القلطانية مسرتي ايدي الاتنين عيد المسرتي ايدي الاتنين مقلوب هو قلطانية مسرتي ايد وايد 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 قلطانية ان انا امسك كده او امسك كده او امسك كده او امسك كده بس اللي ما بامسك ايد وايد بيحافظ على البالنس شوية ان هو بيخليني لو شايل وزنة ايه لان انا احاول ان انا مدخش واقع لقدام او ان انا ارجع واقع لورا بيحافظ على بلانس شوية غير كده لو الوزن متوسط امسل بالطريقة اللي انت عاوزة ما تخافش في الادفانس بس والاوزن العالي اللي بفضل ايد و ايد دي مش مشكلة انه مشكلة بقى اني دايما اللي بدي يعمل ديجليفت لازم ينزل للارض يرزع في الارض يقصر بلطين كده في الارض ويرجع الوراء خالص يعمل كوبري بالوزن اول حاجة الكوبري احنا قولها ممنوع مافيش حالي اسمها hyper extension في التمثيل ده النهائي انا ما بوصلش حتى ال extension انا بوصل قبل الوضع الطبيعي انا الوضع الطبيعي بتايتي هي وهنا هو اللي اخر في ال ديجليفت كده ماينفحش اقف مية في المية وقفت مية في المية انا خلصت عدد كده انا خلصت عدد خلاص لازم قبل ماوصل للوضع الطبيعي ليستمدي بتاعي فقنا انت خلصت انزل لحد فين اول ما البور يعدي رببتي خلاص طب انا زودته افورت شوية ونزلت خبطت في الارض اتطلع من الارض لحد رجبيتي دي بيشغل ايه بيشغل خلفية بيشغل الهامسترينج او الرجل خلفية بيشغل العدلة السلسية الخلفية بتاعتي ملاشا يلازمة انت بتلعب ايه لكريطانية طب انت بتلعب حر وتلعب فيتنس وعاوز انزل اخر واطل على الاخر صح بس ما تعملش هايبرستينشن ما تردعش لورا اخري في القوف هنا طب لا اعاوز انزل الارض بس عاوز اشغل العدلتين الخلفية والكراطانية ماشي لكن ما يفعش واحد يكون شهل 100 كيلو هنا ولا 200 كيلو هنا ولا 200 كيلو هنا وينزل يوم رازع في الارض اخبط في الارض يعني كسر فلطين وانطالع ما يفعش ما يفعش انا المفروض اول ما الوزني اول باربي عد رجبيتي الكريطانية خلاص عملت الفيليكشن بتاعها ابتدي اطلع عامل الاكستينشن لكن ما نزيلش لحد الارض اول من الباربي يوصل لحد الارض ده كده خلفية بدأت تشتغل معي وهي المفروض ان الخلفية عدلة مساعدة مش عدلة عاملة انت تريد بتدخلها عدلة اساسية ان انت بتشغالها مع القطانية لا هي الخلفية لازم تشتغل معي من 15 ل 20% مش تشغلها 40% ولا 60% لان هي العدلة التانية في التمرين هي والبلوتس النهاردة كان معنا بعض الامثلة البسيطة السهلة احنا قلنا ما فيش تمارين غلط بس فيه تمارين لها سلبيات اكتر مئجابيات فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوضح التمرين الافضل اللي تفادى بها الاصابة عشان ما تصبش او عشان مش تغلش عضلات غير عاملة او عضلات غير اساسية ما ينفعش يكون بلعب سدر واجه تاني ويقول لا ادركوا بوتوب ما ينفعش هو ده على اساسه جات الحلقات دي ان شاء الله نهاردة رتأول حلقة معنا بعد حلقة الكتف وكلمنا فيها برضو عن 5 تمارين او 7 تمارين غلط نتفادهم عشان اصابات الكتف ان شاء الله لسه في حلقتين ثلاثة كمان جايين يعني بتين نتكلم فيهم برضو عن بعض التمارين الغلط وازاي ان انا اتفاداه لو استفدت بحلقة النهاردة اكيد ما تستخدمش تستعمل لي لايك لو مش مشتريك في القناة تشتريك في القناة الاول وتفعل زرار الجهاز عشان تشوف بقية الحلقات واكيد ما تبخلش على صحابك ان انت تعمل لهم شير عشان يتفرجوا على نفس الحلقات ويبتدوا يتفادوا الاصابة ويبتدوا يلعبوا صح ولو عندك اي سفصار سبولي في الكومنتات هرد عليه على قد مقدر كان معكم كابتن قطر